اشتركوا في القناة محل ليبيع شغلات خفيفة بأي دائرة كادر أو موظفين تفاصيل لقب دورة مهارات شوف جملة الأولى يقول شوف 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 أنا جوعان غدا معناها أنا رح أروح على الكافترية إذن هانغري لانش هانغري لانش كانتين ثنيا يقول اشتري الوجبة أيضا كافترية تبه يمي يا بطل كانتين كافترية كانتين كافترية كانتين كانتين كافترية إذن لاحظ أن كلمة كافترية يأما تجيني ويا هانغري أو تجيني ويا كلمة buy other meals إذا لقينا إذا لقينا يشتري الوجبة أو هانغري جوعان اختاروا ياها كانتين كافترية ثلاثة our friendly staff كادرنا اللطيف مني تشوف كلمة friendly تأخذوا إياها staff واللي معناها كادر our friendly staff are always on hand كادرنا اللطيف دائما متوفر أو متواجد to offer لك يعرض لك أو يوفر لك expert advice نصيحة أو مشورة متخصصة يعني ما يتردد بمساعدتك دايحة عن الكادر مالت أربعة الكلمة عندي details تفاصيل please fill this form رجاء املأ هذه الاستمارة write your name اكتب اسمك واكتب details تفاصيل إذن من أشوف fill this form من أشوف name اسم معناها قاعد يحكيلي عن details كذلك details ممكن تجيني وياما يقول if you answer yes إذا كان جوابك نعم please give رجاء اعطي إذن من أشوف if you answer yes of any of these questions إذا كان جوابك نعم لتلك الأجوبة لتلك الأسئلة رجاء نجد details أعطي تفاصيل إذن fill this form لهذه الاستمارة answer أجب رجاء أن أعطي details إذن اللحظة أن كلمة details تجيني وياما fill this form answer yes وياها details ستة جاي وزاري هواية ومهمة يقول what is your title شنو اللقب مالتك مستر مس آنسة دكتور شنو اللقب مالتك إنت من نشوف دكتور أو مس يعني آنسة أو دكتور تقول لها title لقب what is your title كلمة title ممكن تجي لقب وممكن تجي عنوان give suitable title أعطي عنوان مناسب سبعة I would like to go on a computer course أريد أروح في دورة computer to improve my skills لكي أحسن مهاراتي طبعا كورس مهمة improve my skills أحسن مهاراتي مهمة هذين الفراغين المهمات نعيدنا مرة أخرى I would like to go on a computer course to improve my skills مرة أخرى I would like to go on a computer course to improve my skills تمرين الثاني advice نصيحة level مستوى qualification مؤهلات environment بيئة كرير مهنة أو وظيفة ecology علم البيئة ecology علم البيئة I يقول هنا الفراغ هذا I didn't know what to do after leaving school لا أعلم ما الذي سوف أفعله بعد أن أترك المدرسة but one of my teachers لكن أحد الأساتذ أمارتي gave me هنا من تشوف my teacher gave me يعني أستاذي يعني أستاذي أستاذي أعطاني نصيحة تمام فهنا من أشوف my teacher gave me أستاذي أعطاني good advice نصيحة جيدة أنت من تشوف my teacher gave me تذكر محمد النوفل لنطاني نصيحة جيدة فإذا my teacher gave me good advice good advice يلا حبايبي ركز ركز وياي ثنيا they didn't know which class should be in ما يعرفون شن الصف اللي لازم أكون به so I did test لذلك أنا قمت بإختبار to find out لكي أكتشف كلمة find out يكتشف what level my English ما هو مستوى باللغة الإنجليزية what level my English ما هو مستوى باللغة الإنجليزية إذن I ممكن يجيني بس هنا بس مننا I did a test أنا قمت بإختبار to find out what level my English was أنا سويت إختبار حتى أعرف مستوى باللغة الإنجليزية أعيدها مرة أخرى I did a test to find out what level my English was ثلاثة I can't get that job ما أقدر أحصل على هاي الوظيفة ليش I don't have the right qualification لأنه ما عندي المؤهلات المناسبة I can't get that job I can't get that job ما قدر أحصل على هاي الوظيفة because I don't have the right qualifications أعيدها مرة أخرى I can't get that job ما قدر أحصل على الوظيفة because I don't have the right qualification لأنه ما عندي الوظائف المؤهلات المناسبة كلمة qualifications جدا مهمة أربعة I'm interested in the environment أنا مهتم بالبيئة I would like a career أود الحصول على وظيفة أو مهنة in ecology في علم البيئة أنا عندي ثلاث فراغات وكلهم مهمات ومكررات وهذه مرشحة لألفين وخمسة وعشرين الدور الأول I'm interested in the environment أنا مهتم بالبيئة I would like a career in ecology أود الحصول على وظيفة في علم البيئة أعيدها مرة أخرى I'm interested in the environment أنا مهتم بالبيئة أنا مهتم بالبيئة I would like a career in ecology أنا أود الحصول على مهنة أو وظيفة في علم البيئة فيما يخص البيئة حبايبي شوف كلمة ecology دائما تجويها بيئة شوف هنا career ecology environment ecology environment نفس الشي I am very interested in ecology أنا كله مهتم بالبيئة and environment بعلم البيئة والبيئة تمام طبعا ecology هو علم يضم دراسة البيئة وكل الأشياء التي ترتبط بالبيئة أما كلمة environment مو علم البيئة البيئة بشكل عام البيئة كلمة بيئة كلمة بيئة معناها بيئة ستة you could choose from environmental science geology or engineering طبعا هنا كلمة geology إذا تلاحظ geology أهم معناها علم الأرض و environmental معناها بيئة إذن environment career ecology ecology environment و environment تأخذ geology هذن جمل أعيد هذن مرتين و ثلاثة و أربعة إلا أن ينحظن you could choose from environmental science geology or even engineering علم البيئة إذا ممكن تجيني يعني هذن هذن ثلاثة جمل مهمات حيل لأن هن صار لهنه هواية ما جاية وزاري يعني تخيل 2020 دور الثالث آخر مرة جاية فهذن بما أن هنه وزاري جاية هواية ومرشح بقوة أنه يجي هاي السنة فانتبه عليه يا بطل نجعل التمرين الثالث أيضا كلمات مهمة ركز عليهم يا أبطال allergies allergies حساسية تحسس dietary حمي جاي من diet permit يسمح university جامعة و medical طبي medical طبي يقول do you have any special dietary requirements هل لديك أي حمية غذائية مطلوبة شوف do you have any special dietary requirements dietary requirements هاي الجزوية هل لديك أي حمية ملتزم بها required مطلوب يعني أنت مطالب بالقيام بها dietary requirements مرة أخر يا أبطال طبعا أنا وأقف الفيديو دقائق وأحب أحتيو ياك شوية أنت الطالب اللي قاعد تشوف الفيديو وصلت إلي هنا وشفت الفيديو اللي والتي ورنت الأول ورنت الثانو قاعد تقرس خطات يونة الثالث أحب أقول لك أنت طالب مميز حقيقة لأنه ليس كل طالب يوصل إلى هذه المرحلة والذي يوصل كمد ثلاثة فيديوهات فعلا هذا بطل فوالله أنا أشكرك لأنك أنت إنسان مميز ليس كل واحد يوصل هيت أغلب الطلاب وهو هذا اللي يخلى كل الطلاب مطلع معدلات عالية أنه ما يكمل شاف له فيديو وعافح ما يكمل الثاني والثالث والرابع وأكون أنا ستكمل الثاني والثالث ما تكمل أنت كملت لحد اليونة الثالث فعلا أنت أستاذ مميز طالب مميز تمام حبايبي فعلا أنت إن شاء الله ساتذة كلكم ساتذة وأطباء بعون الله فأنت شخص مميز حقيقة وأنا أحب أشكرك وبس كمل إذن هل لديك أي حمية مطلوبة يعني نظام غدائي ملتزم به دايتري تاخذ اثنين هل لديك أي تحسس حالة طبية حالة طبية هل لديك أي تحسس شوف ألرجي تجي واحد بينما دايتري تاخذ ركويرمتز ميدكل تاخذ كوندشن أربعة موست برايفيت هوم ستايز أغلب أصحاب السكن أغلب أصحاب السكن دونا برميت لا يسمحون سموكينج التدخين اندورس اندورس يعني في داخل المنزل شوفوا شنو معنى برايفيت هوم ستايز أكو أكو يعني بيوت في بريطانيا يجيبون واحد من غير دولة يخلونه يعيش وياهم ويقولوله تعالوا ويشويانا على ما يتعلم لغة طبعا ياخذونه ما عنده فلوس لكن ما يقبلونه بأي واحد فقط الشخص اللي ما يدخن واللي شخص محترم فيعني دائما هذا الشي موجود خصوصا بأوروبا يعني خصوصا بريطانيا أو بأمريكا يجيبون واحد من غير دولة يدخلوا يهم يعيشوا يهم ويعيش حياتهم طبيعية فهذا يعني يسمونه private home states هذولا ما يخلون الناس يدخن خصوصا الشخص اللي يجي غريب خمسة I want to go to university أريد أروح للجامعة to get science degree حتى أحصل على شهادة علمية دير بالك في 17 دور الثاني I want to go to university أريد أروح للجامعة to get science degree حتى أحصل على شهادة علمية الروح على التمرين الرابع security security pilot طيار lifeguard المنقذ شخص الذي ينقذ الآخرين خصوصا بالساحل بالبحر architect مهندس معماري tour guide مرشد سياحي journalist صحفي journalist صحفي journalist journalist صحفي كمل نقرأ التمرين هذا نشوف شي يقول كلمات مفتاح الحل قدام عيننا التمرين هذا كلش سهل وجميل ومهم بالامتحان الوزاري شوف لي شي يقول الأولى يقول بالنقطة الأولى سلوى works with the director of the company سلوى تعمل مع مدير الشركة of the company she writes all his letters تكتب جميع رسائله and answers the telephone وتجيب عن التليفون حبايا بقلب انتم طبعا بالمناسبة اجا سؤال الوزاري هاي كلها ما جابوها كلها ما جابوها جابوا منها يقول سلوى writes بدل الشي حطوا سلوى writes all his letters تكتب جميع رسائله وقلت يا بهنا اجب تقول لها انت secretary طبعا انت منه تشوف هو يعني secretary شنو رضيفته يكتب الرسائل ويجيب عن الله سلوى وبس منه تشوف writes all his letters تكتب جميع رسائله اقول له she is his secretary هي secretary كابتن يوسف has been a pilot كابتن يوسف هو طيار كابتن يوسف كابتن يوسف من بين هذا اول حرف يلفظ k مرات يلفظ c كابتن يوسف من اشوف كابتن يوسف اقول له pilot طيار for 10 years لعشر سنوات يقول he flies planes ويطير بالطيارة من اشوف he flies plane من اشوف كابتن يوسف اقول pilot نعيد 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 كابتن يوسف هو شبي pilot سيطير بالطيارة كابتن يوسف pilot flies plane flies plane جميل is nearly droned جميل كان على وشكل غرق at the beach yesterday البارحة life god الا ان المنقذ خفر الساحل اللي هو اللي هو يسمونه المنقذ على الساحل البحر شبي saw him and rescued كلمة rescued ما زي طارق من اشوف كلمة rescued واللي معناها انقذ اقول life guard هذا سؤال جاي وزار يركز علي life guard اربعة who designed that amazing building خلونا نعيد اللي قبلها حسيت شوي استعجلت يلا جميل droned جميل غرق at the beach yesterday على وشك الغرق كان على وشك الغرق luckily لكن لحسن الحظ the life god المنقذ شبي saw him and rescued him كلمة rescued him مفتاح الحل rescued life guard rescued life guard rescued life guard معيدها rescued life guard اربعة who designed that amazing building من الذي صمم هذه البناية الرائعة who designed that amazing building من الذي صمم هذه البناية الرائعة who designed that amazing building من اللي يسمم هذه البناية الرائعة قبل اقول له architect مهندس معماري هو مهندس المعماري شنو شغلته designed amazing building designed amazing building اقول له he is a famous architect وهو مهندس معماري مشهور خمسة my sister is tour guide اختي هي مرشدة سياحية she takes tourist sightseeing وهي تأخذ السائحين لمشاهدة معالم المدينة sightseeing معناها مشاهدة معالم المدينة in london في london مني تشوف كلمة in london تقول هنا tour sightseeing مشاهدة المعالم مات المدينة في london اقول له مرشد سياحي tour guide رقم 6 يقول i wasn't good tour guide انا مكنت مرشد سياحي جيد شوف 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 يحتي عن المرشد السياحي اذا كلمة مرشد سياحي تجي نوية شغلتين يأما يتكلم اللغات او مشاهدة معالم المدينة ومثل ما نعلم انه يعني المرشد السياحي شرط مهم عنده اللغة وشرط مهم عنده وهو شغلته يعني يظهر معالم المدينة فمن اشوف معالم المدينة sightseeing او من اشوف يقول هل قرأت المقالة طبعا كلمة read يقرأ التصريف الماضي مالتها تصير بس باللفظ تغير صير read هل قرأت المقالة in this magazine في هذه المجلة طبعا من اشوف مجلة او يقرأ المقالة اقول journalist صحفي journalist صحفي journalist صحفي ننتقل الى التمرين اللي بعده يقول complete the sentence with words اكمل الكلمات مع الجمل المناسبة يقول we have college لدينا كليات في 24 different locations across the street طبعا هنا من اشوف هنا college كليات و different مختلف شنو معناها مواقع location across the country احنا عدنا مختلف الكليات ل24 موقع في مختلف البلاد location across the street location across the street اثنين اقول our teachers are qualified الكادر مالتنا مؤهل and highly experienced وذو خبرة عالية and highly experienced وذو خبرة عالية نعيدها مرة اخرى our teachers المدرسين مالتنا are qualified ذو مه يعني شو نحن نقول ذو 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 قدرة ذو يعني اصحاب مؤهلات and highly experienced طبعا للمعلومة احنا عدنا باللغة الانجليزية اي كلمة بها are لازم يجين وراها صفة فلذلك احنا experienced ذو خبرة صفة طبعا هذه صفة تعتبر مو ماضي مو فعل ماضي لان الكلمات التي تنتهي بيد قد تكون صفة او قد تكون فعل مثل broken مكسور هذه صفة تعتبر هنا بس كلمة مثلا على سبيب مثال I played لعبا بين استاذ شوان ميز بيناتم من المعنى من المعنى ثلاثة We offer a choice of accommodation we chose you نحن نعرض لك اقامة to suit your needs حتى حتى تناسب احتياجك need يحتاج needs احتياجات ان نعيد ها مرة اخرى يلا حبايبي خلونا نعيد النقطة رقم ثلاثة We offer a choice نحن نوفر لك accommodation اقامة to suit your needs حتى تناسب احتياجك يلا مرة اخرى We offer a choice of accommodation to suit your needs We offer a choice of accommodation to suit your needs هذه التمرين موجود بال student book وهو مهم We offer a choice of accommodation to suit your needs نحن ننطيك اقامة ناس باحتياجك شوف يا بطل الرابعة والخامسة مجايات وزاري لكن موجودات بالكتاب يقول سوف يكون لديك opportunity experience to family life لحياة العائلة in Britain طبعا هو قاعد يحكي عن السفر والسكن في بريطانيا حتى الانشاء مايتيون الثالث يحكي عن study in Britain دراسة في بريطانيا فهنا قاعد يقول انه انت اذا رحت البريطانيا ودرست هناك رح يكون عندك فرصة لتجربة لتجربة عائلة لتجربة حياة العائلة في بريطانيا فانت منه تشوف هنا family life in Britain تقول opportunity experience opportunity experience life Britain opportunity experience opportunity experience خمسة you can choose يمكنك ان تختار شوف 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 residential 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 accommodation يمكن ان تختار اقامة سكنية شون يعني تقدر تسكن اقامة سكنية شوف 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 هذا يعني شون احنا نقول اكو اقامة وقت وكو اقامة دائمية للسكن فهذا يقول لهنا انت يمكن انه تسكن هناك كدائم شون الدائم يعني طيب you can choose دير بالك هذه كلمة حل مهمة residential 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 accommodation شوف شوف كلمة accommodation هو قاعد تتكرر قدامنا اقامة هو قاعد تتكرر قدامنا accommodation to suit your needs شوف accommodation residential حلو كملي اللي بعدها كلمات مهمة نزلها جو حسب المعنى هو قاعد تتكرر قدامنا يقول we have we have our own students hostels لدينا سكن خاص بالطلاب we have our own students hostels اقاعد يحشي عن الجامعات وعن السكن وعن الدراسة فاقاعد يحشي عن كليتهم يقولون احنا عدنا سكن خاص بينه فيقول هنا we have our own student hostels لدينا سكن خاص بالطلاب ثنين we can offer a comfortable accommodation يمكن ان نوفر لك اقامة مريحة we can offer a comfortable accommodation in single rooms مرة اخرى we can offer comfortable accommodation comfortable accommodation comfortable accommodation شوف 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 كلمة accommodation تكررت قدامنا دائما ويكل واحدة ناخذ مفتاح حل مثلا الثانية عندك comfortable accommodation مثلا الثالثة عندك three star hotel فندق ثلاث نجوم معناها accommodation اذا كلمة الاقامة تجيني مع شك وشي خاص السكن من اشوف comfortable مريح اقول accommodation من اشوف three star hotel فندق ثلاث نجوم معناها accommodation كلمة accommodation كلمة حي المهمة معناها سكن او يقامة تجيني ويشك شي خاص السكن وعند هنا comfortable وthree star hotel وهذه جهت 2023 الدور الاول رقم اربعة انا معجب بمن بالتصميم وتركيب البناء طبعا انا من اشوف هنا كلمة design يعني معناها تصميم انا معجب انا معجب انا مفتون انا تعجبت انا fascinated by the design كلمة حي المهمة هاي انا fascinated by the design and structure of building خمسة literal translation الترجمة الحرفية doesn't always convey sense هذه جملة جاء من قطع سمير المحمود دير باركم عليها literal translation literal translation الترجمة الحرفية literal translation doesn't have convey the sense الترجمة الحرفية لا تنقل المعنى ممكن تجيك اثنين ممكن تجيك فقط هذه اسقاط وممكن فقط تجيك هذه اسقاط فانت تحفظ لها الترجمة الحرفية لا تنقل دائما المعنى الصحيح ننتقل الى رقم 6 بوث بوث هو مثل الصندوق روم بمن بانتر مترجمين الفوريين انتبه يا بطل ركز من اشوف روم غرفة مترجمين فوريين اقول بوث 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 مو بوث بوث معناها ثنين بوث يعني غرفة مترجمة بوث هو كشك صغير شون المحل صغير يقعدون بيه المترجمين مترجم فوري كلمة حال مهمة ايه هاي الكلمة ممكن تجيك سقاط مترجمين فوريين ننتقل الى التمرين السابع تمرين جدا مهم نركز عليه متعب عمل حر ركز ركز يا بطل كلمات فوق ننزلها جوه حسب المعنى حسب المعنى الاولى ووركينج العمل لوحدك شبي انبوث في غرفة الترجمة is ستراسفول مجهد تبع مشت يعني متعب من اشوف كلمة ووركينج العمل لوحدك شبي اقول ستراسفول ستراسفول مرة اجا سؤال وزاري my career is as انترا براتر وظيفتي مترجم فوري شبيها تعتبر ستراسفول ستراسفول كلمات ستراسفول اجاية وزاري مرتين تبع عليها مكررة ووركينج الون العمل لوحدك اذا كلمة ستراسفول تجيني دائما لما اشوف كلمة ووكينج الون او لما اشوف كلمة انترا براتر مترجم فوري اقول له ستراسفول اقول له ستراسفول نعيدها مرة اخرى ووركينج الون ستراسفول my career as انترا براتر كمترجم فوري طبعا يعني دائما من اشوف كلمة ستراسفول اعرف انه جاي وياها ثلاثة هي تدفع الفلوس من عملها الغير منتظم يعني شلون يعني عملها اللي ما ملتزم بشركة طبعا الفريلانس معناها عمل حر معناها شخص كيف شوكت ما يريد يشتغل هذا يشتغل فيسمونها فريلانس اذن هي تدفع الفلوس من عملها الغير منتظم يعني شو غير منتظم يعني حسب ما هي تريد حسب ما هي تريد طيب رقم اربعة زهة حديد زهة حديد هاي المهندسة موفد تو لندن انتقلت جاك انستول اند ربيرس جاك طبعا هذا الشخص الثالث لانه جاك مفرد دائما انضيف للفعل الشخص الثالث جاك انستول دائما يقوم جاك يركب اند ربيرس ويصلح بايبس الانابيب البواري بايبس يسمونها هذا شو سميع بلمة بلمة بلي ما سباك من هو السباك اللي هو الشخص اللي يصلح البواري سمونا بالانجليزي بلمة ستة يقول دراسة الهندسة تحتاج الى معرفة بالمصطلحات التقنية او بالمصطلحات الفنية من تشوف دراسة الهندسة تحل جواب تكنيكال تارمز تكنيكال تارمز اذن الدراسة دراسة الهندسة تحتاج الى معرفة تكنيكال تارمز كلمة تارمز مصطلحات جدا مهمة رقم سبعة لديه شهادة بعد التخرج دبلوم يعني عنده شهادة دبلوم ما بعد التخرج بمن بالارشاد السياحي tour guiding مفتاح الحل هنا هو دبلوم post graduate دبلوم هذا سؤال مهم ركزونا عليه post graduate دبلوم post graduate دبلوم and tour guiding 2017 دور الثاني سؤال مهم post graduate دبلوم دبلوم أما التمرين الثاني هو عبارة عن توصيلات. هو عبارة عن توصيلات خاف يجيبون من عند اسقاط. شلون يعني استاذ يجيبون من عند اسقاط. يعني مرات كلمة هسه مثل كلمة على سبيل المثال سجن جراح. هاي الجملة جابوها اسقاطات اكثر من مرة. يعني يجيبون تمام ويجيب لك الفراغ بالبداية وتقول له انت سرجن جراح. فهذا التمرين ممكن يجي توصيل و جدا مهم. وممكن يجي اسقاط وهو جدا مهم. اذا التمرين هذا ينحفظ جدا مهم. وهو موجود في بداية اليونت الثالث. اذا اغلبها ما اخذينا احنا اركتكت مهندس المعماري هو ديزاين دولدكس. اغلبها مكرر. كاميرامان او بريتس كاميرا الشخص اللي يشغل الكاميرا. والانجينير المهندس مساعد الطيار يعتني بالمسافرين. خمسة جورناليست صحفي من هو رايتس ارتكال هو الذي يكتب المقالات. وهذه اخذناها اللوير المحامي الذي يعطي نصيحة. حبايبي هذا التمرين مهم. ركزونا عليه. لايف دارد هو الشخص الذي يهتم بصحة السباحين. هنا عندي كلمة سوم يسبح. كلمة سوم معناها يسبح. من اريد احولها الى وظيفة اكرر اخر حرف الاخير وظيف اي ار سومر. هذه يسبح سباح. مثلها كلمة play يلعب. من اريد احولها الى وظيفة اقول player اضيف اي ار. منها كذلك كلمة trope واللي معناها يسرق. من اريد اكرر الحرف الاخير وظيف اي ار. منها كذلك هوا الكلمات. من اريد اني احولها الى الى يعني اسم مظيفة اكرر الحرف الاخير. فخاف هذا تجينا بالاملاءات. لانه الوزارة يجيبون هكي سوالف. وجابه قبل يعني. مرة جابه الفعل يسرق. ايه هذا؟ راب. ويردون من عندك اتحوله الى اسم. تقول له انت تكرر الحرف الاخير وتقول له روبر. واللي معناها حرامي. واللي معناها حرامي. طيب. بعدش عندنا بايلوت طيار. لاي فلاي سبلاين. اللي يطير بالطيارة. تخيل اغلب ما اخذينهم. ثم ما سباك. هو شو من هو؟ هو فكسز بايبس. صلح الانابيب. سرجم جراح. يعني ما مرت علينا قبل بس هي موجودة بالمنهج. شخص اللي يشتغل بالمستشفى. سكرتري. هو الشخص الذي يعمل اعمال المكتب. وتور قايد مرشد سياحي. هو شو توريست. هو شو توريست. الذي يظهر للسياح. سايت سينج. مشاهدة المعالم. والى اخره. طبعا هذا هو كل ما وجود باسقاطات اليونت الثالث. حوائد قلب اليونت الثالث من اليونتات المهمة جدا. فلذلك نركز على الاسقاطات اللي موجودة بي. اسأل الله ان يوفقكم. لا تنسوا نعدكم وامتحان على التليجرام. شكرا بخير. في امان الله.